اشتركوا في القناة سنزل ان شاء الله فترة سفا والسحوب عابرة كثيفة نوعا ما خاصة بالجهة الشرقية وفي احكمال ان شاء الله دائما سقط بعض الامطار ان شاء الله دائما بالمناطق الداخلية والمرتفعة الجبالية بالنسبة للجنوب الجزائرية الاجوار ستحسن اعتقد ان كل المدن الصحراوية دائما خلال الصباح مشاهدين الكرام بالنسبة لدرجةها القصوى هي الاخرى تبقى في استقرار جميع المدن الشمالية مقاييس فعليا المقاييس ما بين 17 درجة و20 درجة راح نسجل ان شاء الله بجميع المدن الشمالية الساحلية وحتى بالمرتفعات على سبيل المثال راح نسجل ان شاء الله 17 درجة بينسبة لمرتفعات السطيف حتى بالبرد 18 درجة بتيارة العاصمة 21 درجة مقاوية 23 درجة ستسجل بغردايا 22 درجة بتيندوك 24 درجة راح نسجل ان شاء الله بطامن راستها لا خلال الصباحة اما خلال ظاهرة حالة السماء ستكون على الشكل التالي الاجوار تبقى مغشات اعتقد من كل مدن الشمالية وفي فترة السفا ستظهر من حين الى اخر ان شاء الله ولكن فترة السفا مؤقتا ان شاء الله جوى صفية تماما بنيسبة لمعظم المدن السحرية ويا درجة الحرق سواء خلال الظاهرة مشاهدة كاملة حتى تشهد ارتفاع طفيف خاصة بالولايات الداخلية ننتظر على سبيل المثال مقاييس ما بين 30 درجة و34 درجة هذا على الخط الرابط ما بين تيارة الى غاية لغوات وحتى بيجال فرعنبا القالة الطالف ومطبول 27 درجة مئوية 25 درجة بعنبا 24 درجة بالعاصمة حتى بيبو مردس بالجنوب الجزائي تبقى مرتفعة بيبورت بجي مختروة انكزة مع 40 درجة و44 درجة مئوية للميلاحة واصل البحري هنا نبقى نسجل تموت خفيفة على كل حال اعتقد من طول الشالة الساحري هذا رجع الى هبوب رياح صارت من قلل رياح تارين الشرقية والشمال الشرقية رياح ضعيفة نوعا ضعيفة الى معتدلة مع رؤية جيدة على تقريبا طول الشهيد السحي الانظم ممارس الملحة والسل البحر تكون صعبا نوعا ما بالنسبة للجهة الغربية نكون جيدا نوعا ما بالنسبة للسواحل الوسطى ولكن رغم ذلك هذا لي اخواني الصيادين ومستعملين الملحة والسل البحري يلا انطوار نشر الجوية كالمعتد بالمعلومات الفلاكية والتوقيت نسب كالعادة العاصمة وضوحيها الى هنا مشاهدين الكرم نتيو ويكون ميلاني تذهب ومع نوقات متعمة باقية المعرمج الى اللقاء